هتعمليها جبل غروب الشمس ولا يمكن حد يقدر يأذيك بسحر أو حسد أو نظرة كمان الوصفة دي هتخلي جوزك أو خطيبك أو حبيبك يتمنى لك الرضا ترضي هتجدد دايما طاقتك في البيت دايما هتخلي بيتك مليان بالرزق والسعادة والهنى تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي اللي فيها جميع أو حلل جميع مشاكل الحسد أو السحر في جلب بيتك بنفسك بدون مساعدة أي حد ياريت تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة ويلا بينا نشوفه وإيه المكون دا وهنستخدمه ازاي والوصفة بالتفصيل السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة أقدم لكم وصفة من الوصفات السهلة والبسيطة اللي بتبحث عليها أغلب النساء أو أغلب البنات أو أغلب يعني كل الناس اللي حوالينا دايما بيدوروا على وصفة زي دي وصفة زي دي هتمنع جميع أنواع الحسد والسحر من بيتك كمان زي ما قلتلك هتجدد طاقتك يعني لو من وقت للتاني بتحسي دايما نفسك مخنوجة أو بتحسي دايما نفسك أن أنت بتبكي بدون أسباب أو بتحسي دايما بالخوف مش عارفة بتكوني خايفة من إيه بتخافي كده في ساعات من اليوم أو ساعات محدودة من اليوم أو في أيام كده بتحسي بشعور الخوف كمان الوصفة دي هتخلي دايما جوزك يبصلك أو هتخلي جوزك يبصلك بصة جديدة أو هتحسي أن زوجك أصبح بيحبك أكتر بيتواصل معك أكتر مش جادر يستغنى عنك حتى لو كان بعيد كمان الوصفة دي من الوصفات اللي حلوة لكل بنوتة مخطوبة في مشاكل بينها وبين خطيبها مشاكل مش عارفة هي إيه أو إيه أسبابها الوصفة دي بجدها تخلي تمنالك الرضا ترضي كمان الوصفة دي زي ما قلت لكم سواء أنت متزوجة أو مخطوبة أو أيا كان نوع الارتباط بينك وبين الشخص ده هتحسي أنه طاقتك أنت شخصيا متجددة حاسة دايما بالسعادة والفرحة وبالتالي هتنجل السعادة لكل اللي حواليك وكل اللي أنت بتحبيهم هتخليك دايما مبسوطة وهتخلي دايما اللي حواليك سواء أنت أو أهلك أو أهل زوجك أو جرانك أو أصحابك هيحبوك دايما وهيتمنولك كل خير لا يمكن حد هيقدر يأذيكي بسحر أو بنظرة وحشة تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي ونشوف المكون ده اللي هتعمليه زي ما قلت لك جبل الشمس ما تغرب هتلاقي يفرج في حياتك جدا هيفرج في نفسيتك وهيفرج كمان في كل اللي حواليك أو كل اللي بتتعاملي معهم خلاص أول مكون معايا أو المكون الأساسي اللي هستخدمه النهاردة وهو المكون دا اللي انتوا شايفين هو منح البحر ومنح البحر أنواع وأشكال ويعني ليه أشكال كتير النوعية دي هي أفضل نوعية اللي انت شايفينها باللون دا وبالشكل دا وبالنعومة دي أفضل نوعية هتستخدميها في الوصفة أو هتستخدميها النهاردة للتخلص من كل المشاكل اللي قلت لك عليها طبعا فيه أنواع من أنواع ملح البحر خشنة أو أنواع فيه أنواع كمان فاتحة اللي هي بيضة خالص أو صفرة ولكن النوعية دي اللي هي ميلة على البني أو على البيج يعني من أصفر البيج كده هتلجيها أفضل نوعية لاستخدمها في الوصفة دي تقدر تجيبها من عند أجرب عطار أو تقدر تسأل عليها البحرين أو تقدر تسأل عليها السماكين أو تقدر تسأل عليها أي حد بيشتغل في البحر هيدلك على الملح ده أو هيدلك على طريقه أو الطريقة اللي هتشتريها به سعره مناسب جدا مفهوش أي مشاكل في سعره ومش غالق خالص خالص وعلى فكرة كل العطارين بيبعوه أو على الأقل بيعرفوه تقدر توصي عليه أي عطار هنستخدم الملح النهاردة أو ملح البحر بطريقة مختلفة طب للناس اللي مش موجود عندها تدوري عليه أو ممكن تستخدمي كمان الملح الأبيض ولو حابين أوريك الخلطة الملح ده بتتعمل إزاي اكتبولي في التعليقات وهيعملكم فيديو مخصوص عنه وهيقولك إزاي الملح ده تعمليه وتجهزيه في جلب بيتك خلاص كده بمكونات سهلة كمان الملح النهاردة مش هنرشه في مية أو مش هندوبه في مية للاستحمام أو للكلام ده كله الملح النهاردة هنستخدمه بطريقة مختلفة هتاخد الملح ده وتسمع عليه الله كويس خالص خالص بأيديكي وهتبدأ يتخذيه على عين البوتاجاز بتاعتك هتسخن عين البوتاجاز كويس خالص لدرجة إنك تسخنيها جدا جدا وبعد كده هتخذي رشة من الملح ده وتحطيها على أساس يعني بصي وانت بتحطي كده هتلقي عين البوتاجاز بتطلع بخار الملح هيتحرك بسهولة أو هينزل هيبدأ يعمل تقطجة واضح جدا على عين البوتاجاز لكن طبعا ما تكونيش فتح النار هتكوني سخنت العين وجفلتيها علشان تاخدي منه البخار أو الدخنة اللي إحنا مطلوبة إن إحنا نطلعها في البيت طبعا الدخنة دي هتم لكل البيت وطبعا الدخنة هتكون سهلة يعني مص صعبة أو تخنج أو الكلام ده فهتنتشر في كل البيت حاولي تحطي يعني كلما تخلص الدخنة دي تحطي تاني حوالي كمية في الآخر يعني هتكون كمية حوالي نص كباية خلاص وانت بترشي على عين البوتاجاز بدرجة السخونة دي واختاري أكبر عين في البوتاجاز موجودة عايز أقول لك إنه تضمني إنه كل البيت وصلت له الدخنة دي حتى وانت فتح باب الشقة لحد باب الشقة بتاعتك للشبابيك للبلكونات لكل الكلام ده الدخنة توصل لكل البيت لكل أركان البيت لكل قوض البيت عايز أقول لك إنه هتخلصك من الأسحار هتخلصك من الحسد والنظرة والعين والنكد هتخلصك من المشاكل هتجدد طاقتك في البيت هتحسي نفسك من وقت للتاني كده طاقتك بتتجدد لوحدها يعني مش هتحسي بروتين أو ملل مش هتحسي إن أنت مخنوقة وعاوزة تبكي مش هتحسي بالأحاسس اللي كنت بتحسيها زمان اللي بيتسبب فيها سواء السحر أو الحسد القوي أو الشديد خلاص الوصفة دي كمان هتخليك دايما سعيدة وهتخلي دايما كل اللي حواليك يحبوك جدا سواء زوجك أو أهلك أو أصحابك وزي ما تكلمت معاك كل الناس اللي أنت بتتعامل معاهم ويبصوك بنظرة تاني نظرة كلها محبة وكلها سعادة خلاص كده الوصفة دي زي ما قلتلك بتجدد الطاقة من غير ما تحتاج أن أنت تعمل الحاجات اللي كنت بتعمليها زمان علشان تجدد طاقتك وطرق الصعبة دي طريقة سهلة جدا لتجديد الطاقة في البيت لكل ست بيت ولكل بنوتة ولكل الناس لكل الأعمار مكون سهل وبسيط وبالطريقة دي تقدري كمان تكرريها تلات مرات في الإسبوع لحد ما تنتهي المشكلة نهائيا كرريها ما فيهاش أي ضرر حتى لو هتعمليها السبع تيام في الإسبوع ما فيهاش أي مشاكل هتدعولي بجد من كل قلبكم هتغير حياتك هتجدد طاقتك هتجعلك محبوبة لكل الناس هتوسع رزقك جدا وهتجعل بيتك دايما مليان بالرزق وبالسعادة المستمرة ياريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد